رجعنا لحضراتكم معانا أسئلتكم اللي بتوصل لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بتوصل لنا أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها زي ما نجاوب عليها دلوقتي السؤال الأولان اللي وصلنا بيقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الشروق عند بدء شروق الشمس؟ لا مفيش وقت شروق الشمس ده وقت منهي في الصلاة عنه ولكن لعل حضرتك أو حضرتك بتقصد إن الصلاة تكون بعد الشروق بعد الشروق يجيب تالت ساعة على العيه ويبقى الصلاة دي اسمها صلاة الضحة فإذا كنت تقصد صلاة الضحة فصلاة الضحة دي ثابتة وبيصليها ركعتين أو أربعة أو ستة أو تمانية فصلاة الضحة دي ثابتة نعم صلاة الضحة دي ثابتة ودي بتكون بعد الشروق مش في وقت الشروق يعني مش في بدء الشروق لا بعد الشروق السؤال اللي بعد كده بيقول كيف أصلي السهر آه بصوا يا سادة احنا عندنا في الصلاة الصلاة فيها أركان وفيها سنن وفيه هيئات ثلاث حاجات فيه أركان زي قراءة الفاتحة كده عند الشافعية أو الركوع عند كل المذاهر درك طيب وفيه ايه وفيه كمان سنن زي مثلا التشاهد الأوسط التشاهد الايه الأول اللي احنا بنجلس فيه إما في الراكعة التانية في الصلاوات الربعية وصلاة المغرب في الصلاوات الربعية وفي صلاة الايه وفي صلاة المغرب اللي هي الصلاوات الربعية السلاسة اللي هي الظهر والعص والعيشة وصلاة المغرب اللي هي الصلاة الثلاثية فيهم تشاهد في الوسط كده اسمه التشاهد الأول طيب ليه بنحب نقول الأول عشان هو في صلاة صلاة المغرب ما بيكونش الأوسط لأن الأوسط ما بين ركعتين وراكعتين طيب بقى التشاهد الأول طيب وفي عندنا هيئات سيوضع اليد اليومنا على اليسر دي هيئة طيب نعمل ايه لو أنا زودت ركن أو نقصت ركن لو زودت ركن مش عامل حاجة لكن لو رقصت ركن أنا لازم قاتي بالركن ده طيب لما جيب الركن أنا ايه اللي حاصل أنا كنت قائم وبعدين قلت الله أكبر وراح تنازل للسجود وبعدين افتكرت لانا ما ركعتش فارجعت تاني وقولت الله أكبر الله أكبر وروح تريه وروح تراك وعملت ايه وركعت خلصت المسألة كده قال لا في آخر الصلاة تزجد سجد سجدتين للسهو تزجد سجدتين ايه للسهو واحنا هنقول لكم ماذا باستاذة الشفعية ان الزيادة او النقص في الصلاة بنزجد للسهو يبقى الركن اذا حصل ان فيه ركن نقص بجيب الركن واعمل ايه وازجد للسهو خلاص يبقى بنزجد للسهو عند الخلل في الركن الخلل في الركن بالزيادة او بالنقص لو بالنقص اجيب الركن واعمل ايه وازجد للسهو طيب يبقى حكم الركن ايه الاتيان به ثم السجود للسهو يبقى السجود للسهو بيكون عند الخلل في الاركان الصلاة طيب في حاجة تانية يقولنا حاجة تانية اسمها ايه با اسمها السنة زي التشاهد الأوسط كده أو التشاهد الأول فالتشاهد الأول ده لو أنا تركته جيت بعد الراكعة الثانية وروح تقايم الله أكبر أنزل أجيبه اوء تنزل ما تنزلش تجيب الايه تجيب تجيب تشاهد الاول ده ما تنزلش تجيبه خلاص لان انت تلبست بركن ما ينفعش تتلبس بركن وبعدين تنزل لايه لسنة طب اعمل ايه ما وكده انا سبت الايه سبت التشاهد الايه الاول ده قال خلاص تكمل صلاتك وبعد ما تقول التشاهد الاخير تروح تسجد للسهو. احنا عند السجود للسهو قبل التسليم. سواء زدت حاجة في الصلاة او نقصت حاجة في الصلاة. يبقى يكون بعد الايه? قبل التسليم. خلاص. وطولة اللي بيسجد فيهم للسهو. طب انا لو ما حطيتش ايدي او حطيت الشمال على اليمين. اسجد للسهو? لا. يبقى ايه اللي حاصل? يبقى سجود السهو بيكون في الاركان وبيكون في السنن. انا شرحت لحضراتك او لحضراتك ايه? ازاي بنسجد للسهو? وبتبقى سجدتين. زي السجدات العادية. يعني يبقوا سجدتين بعد ما ما خلص التشاهد الاخير. اروح اسجد سجدتين وبعدين اسل. السؤال اللي بعد كده يقول السلام عليكم. انا يا شيخ عايز اعرف اصلي الفجر ما ببعرفش. ناس كتيرة بتشتكي الشكوى دي. طب الشكوى دي ايه سببها? الشكوى دي سببها هو مفهومنا عن اليوم. مفهومنا عن اليوم ان اليوم بيبتدي لما نصحى. فايه اللي بيحصل? فالفجر عندنا مش موطن بداية اليوم. طب ده ايه اهميته? ان البرنامج اليوم بتاعي بيفقد اهم حاجة. بيفقد البركة بتاعته. لان الله سبحانه وتعالى حضرت النبي دعا الله. فقال اللهم بارك لامتي في بكورها. البكور ده بيبتدي امتى? من بعض الفجر. وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وحضرت النبي قال لو علمت امتي ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. يعني الناس لو عارفين ان الخير والبركة اللي في صلاة العشة وفي صلاة الفجر. ايه اللي حاصل? كانوا جوم حبوا. يعني جوم يحبوا على ديهم ورجليهم. وحاضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هم ايه? العصر والفجر. البردين الليل? لان بالليل بيبقى بارد. وكمان العصر بيبقى بتبدأ الشمس فيه في الانكسار فيبقى فيه برودة بالنسبة للشمس الشديدة اللي كانت قابله. طب ده معناه ايه بقى? ان احنا لازم نقول ان بداية اليوم بيبتدي من صلاة الفجر. مش بداية اليوم بيبتدي اول يوم بيبتدي كده. فاحنا لازم نفهم ده. طب ازا كان اليوم بيبتدي كده يبقى لازم احنا نعالج ليلنا بما يتناسب مع بداية اليوم. يبقى اول حاجة عشان تصل الفجر لازم تنام بدري. تنام بدري لو بننام عشان ننام ست ساعات انت في الغالي بعد نام في حدود تسعة ونصف تسعى وربع عشان تسعى على صلاة الفجر يعني يا دوبك عتصال للعيشة وتعمل شوية أعمال ويه تنام عشان صلاة الايه الفجر لما يزيد المسألة يا سيدي تنام عشر احداشر لكن ما اظنش ان انت لما تنام الساعة واحدة ونص او تنام الساعة اثنين والفجر يفاضل عليه ساعة ما اظنش انت ساعة وشوية ما اظنش ان انت تقدر تسعى للفجر يبقى اول حاجة انت نام مبكرا طيب تاني حاجة ايه اللي حاصل ان تاخذ السنن اللي انت السنن اللي ايه قبل النوم ان انت تتوضى وتنام على جنبك وترقي نفسك وكل الكلام ده كل حاجة التالتة ان تاخذ من الوسائل ما توقزك زي المنبه مثلا فتضبط المنبه على وقت الصلاة لو عملت التالت حاجات دي بس انا عايزك الاول خالص انا لما ابتدت واتكلمت عن فضل عن فضل صلاة الفجر عملت كده ليه لان اول حاجة تساعدك على انك انت تصلي صلاة الفجر انك تتشوق لصلاة الفجر عارف انت لما تكون مشتاق لحاجة ايه اللي حاصل تلاقي نفسك بتوسر ليها وتلاقي ان المسألة بتبقى سهلة عليك وعشان كده حاول انت ان انت تشعل على قلبك الشوق لصلاة الفجر معقولة معقولة دي الرزء اللي انا عايزه يتعالج بان انا ابتدي صلاة الفجر واصل لصلاة الفجر اه وزيك ما شايخنا يقولون من المجربات اللي يواظب على صلاة الفجر اربعين يوم يوسع له في رزق يعني بعد الربعين يوم ما يصليش الفجر لا 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 ده هو بيقول له ده مفتاح للازمة وبعد كده انت مش هتسلى ده بقى وعشان كده لازم نحرص على صلاة الفجر يبقى المسألة دي مهمة جدا ان انت تتشوق نفسك لصلاة الفجر بكور نور عتق من النيران وبركة وخير ايه ده كله ايه ده كله فضل من الله سبحانه وتعالى عميم عظيم في صلاة الفجر يا رب وفقنا دايما الى ان احنا نكون من اهل صلاة الفجر السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم السلام عليكم ممكن اعرف شرعي الاضحية انا بشترك مع تلاتة وانا الرابع ممكن اعرف اقسمها ازاي وانا اهلي كتير واصحابي كتير عرفني يا شيخ علما بان زروفي على قدي بس ربنا بيبعث رزق واحد بيقول شرع الاضحية الاضحية اولا من السنن المؤكدة يعني ايه؟ يعني سنة اللي يقدر عليها يعملها لكن هي ليست واجبة ليست ايه؟ واجبة ولكنها سنة ايه؟ مؤكدة حضرت النامي ما كانتش يسيبه الاضحية يبقى هو انت لو قادر على الاضحية ضح ما تسيبهاش طيب يبقى ده شيء مهم جدا جدا يبقى دي اول حاجة ايه حكم الاضحية؟ هو بيقول انا بشترك مع تلاتة وانا الرابع اكيد بيشترك في ايه؟ ما بيشتركش في ايه؟ اه في غنماية لكن بيشترك في ايه؟ في عجل فاذا كان هو بشترك في عجل هو اربعة من اصدقائه العجل بيكف في السبعة طيب هو مشترك هو الاربعة هيقسموا العجل اربعة تربعة لبقى ان الاشتراك ما ينفعش يكون في ايه في غنماية لان الغنما تنفع عن اهل بيت واحد بس ينفع عن اهل بيت عامر الورداني بس طيب والعمارة لا ما تنفعش عن العمارة طيب والعجل لا العجل ينفع عن سبعة ينفع عن سبعة شقة في العمارة يبقى عندنا ده ايه المسألة الايه؟ الاشتراك بقى في العجل فهو مشتركوا ام الاربعة فهيقسموا اربعة تربعة كل واحد الربع بتاعه بده هيبقى يسمه ايه بقى؟ هيبقى يسمه الاطحية بتاعته فيبقى الاسم الاطحية بتاعته فيعمل ايه؟ فيقسمه تلت تلات وممكن على فكرة مقسموش تلت تلات تلت تلات دولة مش واجبين يعني هو لازم يطلع منه للفقرة يطلع تلت للفقرة لكن نقسمه تلت تلات طيب يعني نعمل ايه بقى؟ يبقى هتاخد الربع بتاعك وتقسمه تلت للفقرة وتلت للهدية وتلت الاهل البيت يبقى الربع ده هتقسمه تلت تلات يبقى ده شيء مهم جدا جدا لازم نفهمه طيب انت بتقولي ازاي بقى؟ ممكن اعرف اقسمها ازاي؟ قلنا تقسمها ازاي؟ وانا اهل كتير واصحاب كتير عرفني خلاص ايه اللي يحصل؟ مش لازم توزع على كل اصحابك ومش لازم توزع على كل اهلك ده مش فرض عليك يكفيك ان انت توزع على اكثر الناس احتياجا ويكفيك ان انت توزع على احبابك واهلك الاقربين وان شاء الله ربنا يبارك لك ويتقبل منك ويجعل اضحيتك ان شاء الله سبب من اسباب سعادتك وساعة الرزق ان شاء الله فاصل ونرجع نكمل اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركة والسؤال بيقول يا دكتور عمر انا مصابة بالوسواس في الصلاة والوضوء بعيد كتير بعاني في تكبيرة الاحرام وقراءة الفتحة مشهور او الوسواس ده بنطق بصعوبة وبحاول اتجاهل بس بتقلم جامد مش قادرة اقوم قولي اعمل ايه اول حاجة بس لازم نعرف حاجة مهمة اوي ايه اللي بيجيب الوسواس ده اللي بيجيب الوسواس ده اتمعنا عندنا احنا بنتيقن فيه اللي في الغالب اللي عنده مشكلة في الصلاة والوضوء بيبعا عنده مشكلة بالنسبة للوضوء في مسألة الايه احساسه بانه هو ما تخلص من نجاسة الايه نجاسة الاعضاء فيظل يخسل لانه هو مش حاسس انه هو اتم وضوءه فيفضل في الوسواس ده ويفضل كتير كتير انا اعرف ناس كان عندنا حد كده بيصلي معانا في المزج كان ييجي قبل الصلاة بساعة لربع والحقنا في اخر ركع يعني ده بيتوضى ادي ايه على الاقل ساعة على الاقل ساعة بيفضل يتوضى الشخص ده لدرجة ان انا شفته في اخر ايامه اديم شقاقة اديم شقاقة من قطعة من مسألة الوضوء فدوة ما يرضيش ربنا طيب يعمل ايه ده يتوضى مرة واحدة بالعكس ده احنا من خمان نخليه عشان يخلص من ده يتوضى باركان الوضوء بس يعني ايه يتوضى باركان الوضوء بس يعني ينوي يخسر وجهه ايديه يمسح راسه يخسر جليه يروح يصلي ازاي الكلام ده يعمل كده ونقوله ده ايه ده اللي ربنا ارتضاه ده ربنا ارتضاه وربنا سبحانه تعالى امرنا بده فانت لو عملت ده انت عملت 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 الواجب اللي عليك يبقى احنا عشان نحسم النوسواز ده من خليه يعمل كده يبقى احنا لازم نقول كده طبه في الصلاة في الصلاة بيبقى ايه اللي حاصل هي قالت ان هي عندها مشكلة في ايه في تكبيرت الاحرام وفي قراءة الفتح وان هي بتعيد كتير بتعيد كتير ليه عشان حكتين حد وهو بيعلمها التجويد قال لها ان انت من لم يجود القرآن فهو آسمه فانت صلاتك مش هتبقى صعيحة غير لما تقول الكلام بالتجويد اه طيب يعني ولكن التجويد مش لازم اطلعه وكأني عامل الصلام حلقة قرآن مش عاملها مقرأة انا ساقرأ ما يسره الله على لساني لان دا دا اللي ربنا امرني به الامر التاني في تكبيرت الاحرام انا بقول لكم بقى انا شغلتي بقى الوسواس ده في تكبيرت الاحرام بيبقى المشكلة جاية منين من فكرة ان هو لما يجي يكبر يكبر بنية وباخلاص فهو يبيقول ا لس ا يعني هو عايز هو مع الله واكبر مع ال يكون نية فيفضل يعمل كده يعمل ايه وكأنه لازم تكبيرت الاحرام تلمس النية في احصل شرز فطول ما بيعملش شرز طول ما هو ما صلاش طب دا ايه سببه سبب في الحقيقة هو تلقي في الغالب تلقي مفاهيم متشددة بتخلي الانسان يقع في هذا الوسواس يعني انا ما شفتش في حياتي سبب من اسباب الوسواس قد الخطابات والكلام اللي بيقولهم متشددين فبيخلوا الناس ما بيقدروش يصلوا طب نعمل ايه اول حاجة نعمل زي ما انا قلت كده نور الله اكبر وندخل في الصلاة ونقرأ الفاتحة زي ما هي وإيه اللي حاصل واللي انت بتعمليه ده تكلف وربنا حسبك عليه فالزيك لازم تسيبي ايه تسيبي المسألة وتعملي ايه قبل الصلاة تصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات وبعد الصلاة تصلي على حضرة النبي عشر مرات ولا تلتفتي للأمر ده تعملي زي ما انا قلت كده لا تلتفتي للأمر ده الأمر التاني احنا لازم نشوف احنا وصلنا ان حالتنا وقفت لو حياتنا لازم نوح للدكتور لو حياتك وقفت لازم نوح للدكتور لأن في بعض الحقيين لو حياتك اتلغبطت ومش قادرة تمرس حياتك بشكل طبيعي يبقى احنا لازم نقف شوية التفكير ده اللي هو بيحتاج في بعض الأحيين ان احنا نتعامل مع كيميا المخ السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور أنا حماية بيتدخل أنا حماية بيتدخل في كل حاجة في بيتي وعشان مراتي بتخاف منه بتقول كل حاجة يبقى لو سمحت يا دكتور أنا حماية بيتدخل في كل حاجة في بيتي وعشان مراتي بتخاف منه بتقول على كل حاجة وكل شوية مشاكل اعمل ايه مش عارف أنا في الحقيقة المشكلة في زوجة حضرتك المشكلة مش في حاجة تانية المشكلة في زوجتك فلازم تقعد مع زوجتك وهي زوجتك بتعمل ايه هو زوج حما حضرتك بيتدخل في البيت بيتدخل في البيت لانه عايز يحسس بنته انه هو حميها وبطلها فالحل الوحيد هو ماذا ان انت تبطل حجته فتزود حنانك على زوجتك لما تزود حنانك على زوجتك هو مش هيبقى فيه مبرر انه يتدخل لانه هو بيتدخل باعتباره انه بينصحاك باعتباره انه هو بيحاول يمنع مشكلات بيحاول يحمي بنته طب اذا كانت بنته في الحمة اذا كانت بنته انت احنين عليها اذا كانت بنته انت بتراعيها مش هيبقى فيه حجة من اي شك من الاشكال انه هو يجي يتدخل في البيت ولذلك انا شايف ببساطة وبسهولة انت زود حنانك على زوجتك زود مراعيتك زود امتنانك لزوجتك الامر التاني ان حماك لما تيجي تكلمه افضل امدح به وافضح كذا 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 هو هيبقى مش محتاج انه هو يثبت لك انه هو مسؤول عن زوجتك يبقى ايه اللي حاصل استخدم هذا الحل الرائع اللي اشار اليه القرآن الكريم وقال وقولوا للناس حسنة طب يا رب لو قلنا للناس حسنة ايه اللي حاصل هتهدى قلوبهم ومش بس ساعتها انا اقول لك حاجة وساعتها ادفع بالله تيه احسن ساعتها مش هو يتدخل في بيتك ومش هيعملك مشاكل ده ساعتها هيعمل حاجة تانية بقى ده ساعتها هيقول لها لما يحصل منك حاجة كده ولا يحصل منك تجاوز ويقول لها يا بنتي الراجل تعبان الراجل مش قاصد الراجل بيحبك الراجل بيحصل كده يبقى اول حاجة زي ما انا قلت حاجة زود الحنية على زوجتك تاني حاجة اقول كلام حلو لحماك تالت حاجة بقى اقعد وتكلم مع زوجتك كل يوم لغاية ما تفهم ايه اللي انت بيوجعك واللي بيدايك فما تعملوش وساعتها هتعيشوا في راحة وسعادة وفنة ويخرج كل سبب من اسباب نكاتكم ولا اذاكم وساعتها ترتاحوا وتفرحوا وتتهنوا وربنا سبحانه وتعالى يبيرك لكم في حياتكم وفي كل احوالكم يا رب العالمين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من اروع حديث رسول الله وقلنا ان الحديث دا بيعمل لنا حالة من حالات السلام النفسي وقلنا ان السلام النفسي دا بيكون بخمس حاجات اللي اشرعوا اليهم الحديث من الشهادة ومن اقام الصلاة ومن ايتاء الزكاة ومن صوم رمضان وحج البيت وازاي كل واحد فيهم بيرمز الى الاول بيرمز الى البصيرة اللي هي الشهادة وبيرمز كمان مش بس الشهادة بترمز الى البصيرة دا كمان الصلاة بترمز الى الصلة اللي بيننا وبين الله وكمان الزكاة بترمز الى خدمة العباد وكمان الصوم بيرمز الى الخصوصية اللي بيننا وبين ربنا وكمان الحج بيرمز الى شيء مهم جدا وهو تسكية النفس وجهاد النفس وتعالوا عشان نكمل هذا النور والبركة تعالوا ناجي ربنا ونقول له يا من تعلم سري وخفاياي وحدك من يداوي باطني يا مولاي أنت وحدك من يعرف صدقي في حبي لك وتعلم كذلك كيف يكتوي فؤادي كلما أسأت الأدب معك فأوحل قلبي بسواد معصيتك فبحق نورك وجمالك الذي تنظر به إلى قلبي أسألك وقلبي ساجد مفتقر بين يديك أن تكرمني وأن تغمرني بنورك حتى أتطهر من وحلي ولا يبقى في إلا لطيف حنانك وجمالك ووصالك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بوصلك وجمالك ومحبتك واتخن في حضرتك واتخن في أمانك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر